اشتركوا في القناة النص بعنوان أماه النص كما راكم تشوفوه شعر عبارة عن شعر لذلك راح يكون النص رائع عجبني النص ما شاء الله أماه أمر جرى قدرا ما ظل ما جراه وناب قلب الذي قد كان يخشاه خطب الحمام وهل خطب ما أبأس المرأة حين الموت يخشاه طالت يداه ظليلا كان ينعشه وواحة من ربيع الأنس تهواه فبات خلوا تعاف الوحش وحشته يصفر الحزن في شتى خلاياه أمس اليتيم بلا قلب يهده لا عين ترقبه ودا وترعاه مهما تلمس من صدر ليسنده فليس يسمع إلا البهم شكواه يا من تنكب مثلي في أميمته وقوض الضهر مأواه ومأواه كل الجمال وكل الحب من بعه أم تطير إذا ناديت أماه تحيا لأجلك طول العمر خادمة كالعبد همه أن يحيي مولاه ماذا تبقى من الدنيا وزينتها وأي عيش لذيذ سرت تحياه لا شيء يبقى إذا خلتك وارتحلت أم هي العيش أعذبه وأحلاه أبيت رائعة جدا سؤال أول ما المصيبة التي حلت على الشاعر سؤال الثاني ماذا كانت الفقيدة تمثل لقلب الشاعر سؤال الثالث ماذا فقد الشاعر بفقدان مرثيته من الرثاء مرثيته سؤال الرابع من أين ينبع الجمال والحب في نظر الشاعر حدد البيت المعبر عن ذلك خمسا بما شبه الشاعر الأم وما وجه الشبه بينهما سادسا اشرح ثم ضع في جملة مفيدة الحمام القوض ثانيا أو الوضعيات ثانية اعرب ما تحته خطف النص عندنا بات فبات خلوا تعاف الوعش وعشته بات يصفر يصفر الحزن في شتى خلاياه أمسى أمسى اليتيم بلا قلب يهدهده أمسى نعرب أمسى تنكب يا من تنكب مثلي في أميمته وقوض الظهر مأواه ومأواه نعرب من تنكب استخرج من النص فعلا معتل ثم بين نوعه استخرج ما ورد فينا النص في النص من أسماء مقصورة ثم هات مثناها وجمعها جميع الأسماء المقصورة في النص ثم المثنى والجمعة التاحة ما هي الصورة البيانية الواردة في البيت التاسع البيت التاسع تحيا لأجلك طول العمر خادمة كالعبد همه أن يحيا أو أن يحيا لمولاه كالعبد همه أن يحيا لمولاه ما هي الصورة البيانية المذكورة في هذا البيت خامسا استخرج جميع أركان الصورة البيانية هذه الوضعية الإدماجية أنثر من النثر معنى الأبيات رجاحها نثر أنثر الأبيات الستة الأولى من القصيدة أعد سياغة مضمونها في شكل النص النصري مكون من فقرات مستخدما علامة الوقف المناسبة موظفا اسمين اسم قصورو اسم منقص وثلاثة من حروف العطف المختلفة نموذج رائع جدا بإمكان تلميذ يوقف الفيديو هنا يوقف الفيديو يحل ويجيب على الأسئلة ويعاود يرجع الفيديو للخيف يعاود يقرأ النص بعد ذلك يطلع للحل نمر للحل مباشرة بالفيديو مخرجناش طويل أولا المصيبة التي حلت بشاعر هي موت أمه كانت الفقيدة تمثل لقلب الشاعر ربيع أنسه وواحة استظلاله وواحة استظلاله من الظل الظل في قوله وواحة استظلاله في قوله طالت يداه ظليلا من الظل ظليلا كان ينعيشه إذن كانت تمثل ربيع أنسه وواحة استظلاله ثالثا فقد الشاعر بفقدان مرثيته حلاوة العيش وعذوبة الحياة رابعا ينبع الجمال والحب في نظر الشاعر من عاطفة الأمومة ورقتها من عاطفة الأمومة ورقتها البيت الذي دل على ذلك كل الجمال وكل الحب من باعه أم تطير إذا ناديت أماه خمسا شبه الشاعر الأم بالخادمة وجه الشبه بينهما هو التفاني في خدمة الغير وبذل قصار الجهد في إسعاده شبه الكاتب الأم بالخادمة في البيت التاسع تحيا لأجلك طول العمر خادمة كالعبد همه أن يحيا لمولاه طيب سادسا الشرح الحمام هي الموت زار الحمام سقيما فأقباره مريضا زاره الموت فأدخله القبر قوض أي هدم وحطم قوض الزلزال أركان العمارة أي هدمها الوضعية الثانية الإعراض بات فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره يصفر فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره والفعل الضم المستثير تقديره هو أمسا فعل ماضي ناقص مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر تنكب فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره استخراج الفعل المعتل وبيّن نوعه فعل معتل عدنا جارة فعل معتل ناقص نعيشوا رجعوا للماضي عاشة فعل معتل أجوف نابة فعل معتل أجوف طالة فعل معتل أجوف استخرج الأسماء المقصورة في النص واذكر مثنها وجمعها مجرى تثنيتها مجريان جمعها مجاري ولا مجريات مولى مثنتها موليان جمعها موالي جمع تكسير مأوى مثنها مأويان جمعها مآوي مهوى مثنها مهويان جمعها مهاوي الصورة البيانية الواردة في البيت التاسع نعود البيت التاسع تحيا لأجلك طول العمر خادمة كالعبد همه أن يحيا لمولاه الصورة البيانية هو التشبيه لكن ما اذكرش حرف الشبه هنا في البيت هذا لذلك ممكن يكون تشبيه بالغ الله أعلم تشبيه بالغ ما زال ما شفتها الأركان المشبه الأم المشبه به الخادمة أداة تشبيه حرف الكاف ما شفتش الكاف هنا في الحقيقة تحيا لأجلك طول العمر خادمة كالعبد هاي الكاف هنا تذكير تشبيه البالغ ما نذكروش حرف الشبه ما يكونش مذكور لما نذكروه ما هوش تشبيه بالغ معناه هنا أداة تشبيه المذكورة حرف الكاف وجه الشبه التفاني في خدمة الآخر تفاني المشبه في خدمة المشبه به الوضعية الإدماجية الرجل الأبيات إلى نثر قالك أنثر طيب لقد حدث أمر عظيم مما كنت أخشى وقوعه وأحاول تفاديه لكنني لم أستطع خلاصا منه لأنه مقدر علي منذ الأزل الأزل والقدم لقد أصبتني مصيبة الموت في أعز مخلوق على قلبي إنها أمي الحبيبة لقد أخذت الموت من كانت ظلي الذي ينعشني وواحتي التي أستريح إليها وآنس بوجودها فصرت وحيدا مغتربا أشكو إحشة الروح وغربة المكان يستحوذ الحزن على كل مشاعري ويستولي الأسى على كل خواطري لقد صرت منذ فقدت أمي يتيما حقا لا أحد بعدها في الكون يحس بي أو يهتم لأمري لا أحد سواها يبالي بي إن رحت أو جئت أو جعت أو شبعت بل وإن عشت أو مت ومهما بحثت عن صدر حان أسند إليه رأسي أو أذن صاغية تسمع شكواي وتنهداتي فلا أجد إلا الجمود والبرود نموذج رائع جدا فالأخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة بارك الله فيكم لا تنسونا بدعوة صادقة من قلوبكم بارك الله فيكم دعوة صادقة وليقد ريبرتجينا الفيديو في الصفحات والمجموعة جزاكم الله خير وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر